السلام عليكم الغزالات كنتمنى ان الفيديو اليوم يلقاكم في احسن الاحوال ويلقاكم بخير وعلا خير جيت و جبت معي الجديد واحد البيني اللي رائع خطير البيني حطيتو الضيفة قدمتو الضيف كيتسحبوا انني قليتو في الزيتها غزال 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 بزاف بزاف والله العلي العظيمة الضيف كيتسحبوا انني قليتو في الزيت ولكن ان شاء الله اتجابو عطعفو الطائقة يلوموا المقادل اللي هما بساطين بزاف بزاف البنات ابقوا معي نكتشفوا المكونات الطائقة تحضيرها قبل ما نبدو في المكونات الطائقة تحضيرها ما تنسوش البنات تشاكو في القناة تفعلوا الجهاز والضغطوا على لايك وبالنسبة البنات الجداد مو احبابيكم وما تنسوش حتى انتم ما تشتاكو في القناة يلا ندوزوا المقادل هدو هما المكونات اللي هنحتاجوهم كما تلاحظوا معي مكونات بساطة نحتاجو كاس ونصف من الحاليب يكون دافي نصف كاس من السكاح وبيبات نصف كاس من الزيت معي القامة ملوئة من خميات الخبز هنحتاجو ملحة خمسين قام من الزبدة بيضة خميات الحالويات وصش ملفاني والدقيق كيبقى على حسب النوعية الدقيق او على حسب الخالط بالنسبة الاول حاجة نبدو بياف طريقة تحضير ناخده انا نضيفه في كاس ونصف من الحاليب نضيفه مع القامة ملوئة من خميرات الخبز الخميرات اللي بالناس تبقى على حسب الجو نضيفه نصف كاس من السكاح وبيبات الملحة وصش ملفاني هدو هما المكونات اللي هنضيفه في الاول كنجيبو الخلط اليادوي كنخلطوهم جيدا حتي نسجمو لنا مع بعض نضيفه نضيفه بعكاس من الزيت ونخلطهم تانيا احتى نسجم لياد البيضة مع المكونات كله من بعد منسج متلية البيضة مع المكونات نضيفه الدقيق تدايجيا شوية بشوية وحنا نخلطه نضيفه كمية الولى ديال الدقيق ونخلطه بالخلط نضيفه كمية ثانية من بعد ما دخلنا كمية الولى نضيفه كمية ثانية ونضيفه عليها صشي من خميات الحلويات نضيفه كمية ثانية ونضيفه كمية ثانية نضيفه كمية ثانية بالنسبة الكمية ديال الدقيقة لبنات انا عندي هنا نصف كيلو من الدقيق ضفت نصف كيلو من الدقيق كله كيفاش كتجيني العجينة كتجيني في الول ما قسحاش بزافة اللبنات كتجيني اليين وكنضيف ليها خمسين قام ديال الزبدة او معلقة تكون مملوة جيدة لبنات ديال الزبدة بالنسبة اللبنات اللي ما عندو مش لعباء ليخدو معلقة كبية ويملؤها جيدة من الزبدة ويضيفها للعجين فادلاتنا كن نحطها ديال العجين في سطح العمل باش نتحكم فيها اللبنات باش ندلكو لانه ديال العجين كيبغي اننا ندلكو وندخلو في كيمية ديال الزبدة يحتاج اننا ندخلو فيه كمية ديال الزبدة صرفي كي تذلك الليبنات كما تلاحظو معايا كناخدو البول اللي عجلنا فيه كناخدو لهاد العجين كنخليو في بول وكنعطو بلاستيك غدائي كما تلاحظو معايا العجينها كتكون لينة ما كتكونش قاسحة بزاف كنعطو بلاستيك لندهنو بشوية ديال الزيت كنعطو بلاستيك غدائي كنخليو جانبا حتى يضعف لنا الحجم دياله جيدان الليبنات هدا هو السياد ديال البيني باش يجينا مهوي من الدخل ويجينا اسفانجي من بعد ما خليتها ديال عجين البنات ضعف لها الحجم ديالها خليتها ضخمات مزيانة البنات كان نحيدوها فوق سطح العمل كان عود نحيد منها الخميها هكوها خص نظاري اننا نحيدو منها ذاك الهواء اللي الواسط بها الطريقة وكان بقون قسمو العاجي بالنسبة انتو ما كت على حساب البيني يبغيتو كبير او صغير كت انتو ما لكت تحكمو في الحجم اللي يبغيتو انا البنات خرجت لي سبعتاش سبعتاش هاي حبا ديال البيني انتو ما كتلاحظو معي من بعد ما قطعتو بات الشكل كله قطعت البيني ادل الكويات كلوما البنات بنفس الحجم خصنا دروري اننا نعملوهم بنفس الحجم ما نعملوش شي كبير شي صغير من بعد ما اغطيتو بلاستيك غدا اخليتو حتى الطاب والبنات واحد شوية وتلقوا سهم فالاتنا كان ناخدو ديالك شوية ديال دقيق وكان ناخدو كوالولا كان حلوها بات طائقة طائقة ساهلة البنات وواضحة كان حلوها او ممكن اننا نحلوها بالاطاف ديال اصابيع ديالنا ساهلة اننا نحلوها ها الطائقة ما كان نضيعوش بزاف ديال عجينة لبنات وكان جيسا هلا باش ما نبقوش نضيعو العجينة ونبقو نعودو فيها كان ناخدو كوالولا كان نساحوها بالطائقة كان ناخدو شي اغلاقها او شي طابع ان تكون يكون صغير هكا كان نتقبوها من الواسط كان نحيدو هذا الطاف من الواسط وكان نهزو البيني كان حطوه فلطة لقد خلفها تكون خاصته تكون مدهونة جيديا الي بنات خصودها وان تكون مدهونة جيدا المزيت كان ننتا ماتلاحظو معايا هذا سكوال كان يستريه كنا نحفوها واحد شوية وكانتعها بالاطاف ديال الصابع دياليه كان حيدو اخضو غلاقها كان للطائف من الواسط كان قضالها وكان اللات اللي قد خلفان كان في شوف يعاوه اووق ديال الزبدة كتنا النحي ما تلاحظو معايا اووق ديال الطبخ اللحسب الاختياط ديالكم ولكن داول العجين كميات لدينا كمية كمية كبيرة تضيف الزيت من الجوانب اعطاه دهيب الوصى يجب ان يكون لدينا مطلق ويجب ان يجب ان اضيف الزيت نعطيها مصلة لماذا تدهنه جيدا كانت دخل الفان سوف تشاهدوا انا نصيحة ان تدهنه جيدا بالزيت جيدا ايه الزيت هو من الجنب كندخلو الفان حتى يطاب لنا بهات الشكل البناد كما كتلاحظو معايا من بعد ما طاب كندشعلو بعد الفان في الاول حتى يسخن عاد كندخلوه ده الفطائع من بعد ماخ مولينا كنخليهم عافية تكون متوسط حتى يطيبو كنجبدوهم كندهنوهم بشوية ديال العسل او شوية ديال الموابة كما كتلاحظو معايا وكنعملوهم هكا في السكاح وبيبات او الكوكا انتو معا كيبقاليكم مع الحساب الاختيار ديالكم انا بريت نشكل الشكل ديال البيني اللي كيتباع في الزنقة ذاك الشي بش فضلت انني اندهن هكا بالموابة ونعمل هكا سكاح وبيبات من الفوق انتو ما كتلاحظو معايا كندهنها بالموابة بهات الشكل الموابة كنسخنوها البنات في واحد شوية كناخدوه في كصونا كنسخنوه فوق البوطة واحد شوية وكان بقاون دهنه خفي فما نكتوش بزاف وكان عملوه هكا انا عملتو كله في سكاح وبيبات انتو ما كتلاحظو ما كيجي اسفنج يا البنات ما شهيتكم فيه كيجي يائع وكيستحقت جايبة و الى جابتوها البيني ان شاء الله نمتيقنا البنات انه عين الاعجاب ديالكم وعاي يعجبا الوليداتكم وعاي يعجبا الضيوف الليالكم من طبيعة الحال وما تنسونيش من دعوات ديالكم وتباطجوا لي الفيديو مع الاصدقاء والأحباب ديالكم وشكار للناس اللي كيتفعلوا معايا فالقناة واللي كيديه عملوه لايك والاشتياك شكر لكم بزاف 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 ما تنسوش تباطجوا لي الفيديو مع الأصدقاء والأحباب ديالكم وبالنسبة للناس الجداد ما تنسوش تشتاكوا في القناة وتفعلوا الجهاز باش هكا ديما تصلوا بالجديد إلا بغيتوا شي حاجة لبنات نضيفها لكم في القناة ديالي معليكم إلا تكسبوها لي في التعليق خليتكم على خير الفيديو الجاي إن شاء الله بسلام عليكم